نفت وزير الشؤون الاجتماعية وزير الدولة لشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون الخدمات بالإنابة مريم العقيل ما يتردد في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بأن الكويت تدرس ترحيل المقيمين عن أرضها نافية هذا الخبر جملة وتفصيلة واستغربت الوزير العقيل أن ينسب إليها مثل هذا التصريح مشيرة إلى أنه لا يوجد أي قرار من هذا النوع وأنه ليس من صلاحيتها كوزيرة اتخاذ مثل هذه الإجراءات وفي سياق متصل أكدت الهيئة العامة للقوى العاملة أن ما تم تدوله بشأن دراسة قرار إجلاء الوافدين إلى دولهم بالتعاون مع سفارات بلادهم غير صحيح إطلاقا دعية إلى ضرورة توخد دقة في نقل المعلومات والبعد عن الإشاعات في مثل هذه الظروف